مع الأزمات المختلفة التي تفتك بأرض الرافضين وشعبه تلوح أزمة جديدة لتضاف لأزمات التي ملت وما مل مشعولها من غرز السكاكين في خاصيرات الوطن هذه المرة يحاول مشعل الفتن الزج بالعراق إلى أتون حرب مظهرها اعتراض على نتائج الانتخابات وإن قامت من سباتها بحسب مراقبين فإنها لن تبقي ولن تذر أما القانون أو المواطن أو الوطن فجميعها غاب عن أذهان الذين يقتاتون على ما يتعتق تحت رماد الفتن وما يحدث في عاصمة الرشيد من احتقان مخيف إلا إحدى وسائل تنفيذ الأجندات الخاصة تظاهرات واعتداءات يقف على طرفين قيضها أبناء العراق وإن اختلفت مسمياتهم الوظيفية عنصر أمن أو متظاهر العراق يجمعهما لكن الساسى يتفننون في التفريق بينهما والعاقل وحدهما يدعو إلى وأد الفتنة وتغليب مصلحة العراق على كل المصالح الضيقة وهذا ما عمد إليه زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر حين حذر من تبعات ما يجري بعبارة مفادها لا ينبغي أن تتحول الطعون الانتخابية إلى خناجر لطعن العراق وأهب بالحجد الشعبي أن يحافظ على تأريخه وأن لا ينجر إلى متاهات لا مغنم من ورائها في غضون ذلك شدد رئيس جمهورية برهم صالح على أن الصدمات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها وهو ما حدث بالفعل حين وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري للكشفع ملابسات ما جرى ويجري أمام بوابات الخضراء وما بين دعوات العقلاء المتمثلة بتحضيرات الصدر ورفض صالح وقرارات الكاظمي حول ما يجري في بغداد وبين الأياد الخفية التي تذكي نار الفتنة في بلاد الرافدين يبقى العراق على صفيح ساخن إلى حين اشتركوا في القناة